اسم التجربة التدوير والاستقرار الهدف من التجربة معرفة تأثير موقع مركز الكتلة في استقرار الجسم وتطوير مفهوم مركز الكتلة عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند استعمال المقص أدوات التجربة قطعتان من ورق الكرتون المقوى قلم رصاص ذو ممحات ليس لها حواف مقص مصطرة خطوات إجراء التجربة نقص قرصين من الكرتون المقوى أقدارهما 10 سنتيمترات و 15 سنتيمترا ندور قلم الرصاص حول نفسه ونحاول أن نجعله يقف على الممحة ونكرر هذه الخطوة عدة مرات فنلاحظ أن زمن دوران القلم قبل السقوط قليل ندفع قلم الرصاص برفق في مركز القرص الأول 10 سنتيمترات ندور القلم والقرص معا بحيث نحاول أن نجعل القلم يقف على الممحة نحرك القرص على نقاط مختلفة على القلم وندورهما معا فنلاحظ أن القلم استمر بالدوران قليلا نكرر الخطوات السابقة مع القرص الآخر 15 سنتيمترا فنلاحظ أن القرص الأكبر وقربه من سطح الأرض أكثر ثباتا وأنه يستمر في الدوران مدة زمنية أطول النتائج يعد الجسم في حالة استقرار إذا احتاج إلى قوة خارجية لقلبه أو تحريكه عندئذ يكون مركز الكتلة فوق قاعدة الجسم أما إذا كان مركز الكتلة خارج قاعدة الجسم فيكون الجسم غير مستقر ويتحرك أو ينقلب من دون تأثير قوة خارجية ترجمة نانسي قنقر